موسيقى لكن النهاردة استكملت الجامعات الحوثية نشطها وتمكنت من السيطرة على القصر الرئاسي ومحصرة مدير مكتب الرئيس اليمني وهو بداخله ده غير الاشتباكات الدائرة أمام منزل الرئيس اليمني عبدالربو منصور لكن آخر الأخبار بتقول أنه لا زال بخير أما المتمردين الحوثيين واللي بيقضهم عبدالملك الحوثي فقد أعلنوا لوكالات الأنباء أن عبدالملك الحوثي سيعلن مجلسا عسكريا في الساعات المقبلة للتفكرة فقط الحوثيون دول جماعة دينية شيعية بتدعمها إيران أسسها زعمهم حسين الحوثي في 1992 ثم تحولت إلى جماعة سياسية ثم تحولت إلى جماعة مسلحة أيام الملك عبدالله صالح كان هناك صفقات واتفاقات بينهم لتهدئتهم والسيطرة عليهم لكن منذ سقوط حكمه والاشتباكات بينهم وبين الحكومة والجيش اليمني مستمرة لحد ما وصلت اليوم إلى سيطرتهم على القصر الرئاسي أظن أنتم ما بقتوش محتاجين تسمعوا حاجة تاني علشان تعرفوا أن مصر ربنا حماها من مؤمرة سقط فيها دول تانية غيرنا وللأسف لو ما فضلناش نفكر نفسنا طول الوقت هيطولنا اللي طالهم يبقى اسمهم حوثيين يبقى اسمهم داعش يبقى اسمهم إخوان اختلفت الأسماء والهدف واحد ترجمة نانسي قنقر